اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غوي كتابة وغوي حاجات فكنت تدي له مثلا قصص حاجات بكتابة وفي يوم احنا عاديين في التدريب قال لي حابت شغل في روزة اليوسف تجييني يعمل صفحة شاترانج فوقت له طبعا انا كان حلم حياتي ان انا اشتغل في روزة اليوسف وكنت بجيب مجلة روزة اليوسف وانا صغير عشان كان فيها صفحة شاترانج اصلا فدخلت روزة اليوسف عن طريق وكنت بعمل صفحة اسبوعية عادت يعني سنتين وشوية او ثلاث سنين من استاذ محمود التوامي وانا بشتغل طبعا وانا بعمل الصفحة عرفت على استاذ محمد عتمان باك الرئيس لا يدي له الصحة رئيس قسم الفن ابو ايه لا ايوة بالضبع وعرضت عليه بعض الموضوعات وبعض الحاجات فبدأت اشتغل في الفن وكان استاذ محمد بغدادي مسك الثقافة ايوة فعرضت عليه حاجات في الأدب فبيت هنشر هنا وهنا وهنا فبدأت الحكاية يعني تمشي لكن المدخل الأساسي وكنت في انتخب يعني مصر وبلعب في الفرق يعني فريق جزيرة كان فريق قوي جدا وقتها بس جيت في فترة كان لازم أختار ما بين الصحافة أو الشطرنج لأنه الشطرنج عايزة أفرغ كامل الصحافة كسبت الصحافة كسبت فبطلت بقى يمكن اتناشر سنة كنت لو لقيت اتنين بلعبوا شطرنج يقامشي الناحة تانية عشان ما رجعش تانية لو هروح هقعد اه و هتابع بقى كده هخش الدور اللي بعده بالضبط فبس بعد كده بقى لما الأمور استقارت يعني بعد قدر ينظم وقته ينظم يعني تركيزه بحيث اللي ما فيش حاجة تستغرقه تخطفه يعني فرجعت بقى يعني يعني ألعب على خفيف مثلا في الطرق الجمهورية في الدوري العام في دوري طبعا كنت أنا وباسم في فريق واحد لغاية سنتين فاته في فريق الشرقية في مصر هايل اه كنا بناخد يعني كنا بناخد الدوري لمصري واخد الدوري الألماني برضو مع نفس الوقت طب هروح على المهرجان وبعدين هرجع وإحنا في النص كده هتكلم حبة على خلفية حاجة كنا النهار ده عندنا منقشة كده جات فيها سيرة روزة يوسف قلوه كنا في روزة وكنا بقى إيه إحنا عين صغيرين فلان وفلان 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 وكان بقى أكبر مننا علان وعلان 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 واللي قاعد عارف طبعا ومتابع وفاهم اللي كان صديقي المشارك معي في الحديث قال ليه هو شمعنا صحيح بتوعروزة ليوسف دول هم الأكثر انتشارا في الصحافة وفي الإعلام في مصر فأنا قلت له إجابة ما بس أنا هسأل على الإجابة دي بعدين بعد ما نتكلم حبة شوية عن المهرجان في عندنا رحلة بدأت بمهرجان الإسماعيلية وكانت رحلة أنا أشفتها صعبة وكللت بمنتهى النجاح ودلوقتي بنبدأ تجربة أظنها أكثر صعوبة لأنها تجربة ضخمة جدا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المهرجان السينمائي الدولي الوحيد في المنطقة واحد تقريبا من سبع مهرجانات واخد الشراء الدولية هتعمل هي أستاذ عصام يعني اللي أنا بعرف عمله هعمله خطتك إيه شوف يعني طبعا أنا اشتغلت في المهرجان القاهرة كتير برضو يعني من سنة واحد وتسعين تقريبا أول مرة كنت بغطي فيها المهرجان أو تسعين وقبل كده كنت بحضره كمتفرج لكن أول كتاب مثلا عملته في حياتي كان في مهرجان القاهرة وكان أستاذ سعدين وهبة يعني رئيس المهرجان وكان عنده يعني منصقة برضو من أن نودي الفرص لصحفي تحت التامرين يعني هو توسم فيه أن أنا كان لسه فيدريكو فليني مخرج الإيطالي كبير كان لسه ميت وأنا كنت بعمل معاه حوار حوالين المهرجان لروزا ليوسف فبقول له أنتوا هتعملوا حاجة عن فليني هتلحقه يعني فكان فاضل بالزبط يعني 12 يوم يمكن على المهرجان أو حاجة كده فبص كده قال لي تلحق تعمل حاجة وقتوله قال لي بس هتتسلموا في أسبوع وقتوله حاضر أسبوع فكان لي مستاذ أحمد رفض بحجات وكان بسك الإصدارات ساعتها قال له فلان فلاني أجيب لك الكتاب عن فليني يوم يوم إيه وقلت له خميس قال لي طبعا قعدت أسبوع بلا نوم ما بخرجش من البيت خلصته وده كان أول مرة إسم ينزل على الكتاب في حياتي في مهرجان القارب السنة اللي بعدها دخلت أول لجنة مشاهدة في المهرجان وكان أستاذ كمال الشيخ هو الرئيس اللجنة فيعني أنا بدأت في المهرجان وكانت رحلة طويلة جدا في المهرجان وآخر حاجة قبل الإسماعيلية كنت رئيس لجنة المشاهدة في المهرجان القاهرة بعدين جات الإسماعيلية فطبعا كانش ينفع أشتغل هنا أو هنا وكده فأصد إنه يعني أنا عارف مهرجان القاهرة واشتغلت في كتير وعملت كتب وعملت كتالوج ولجنة مشاهدة يعني على الآن الجزء الفني كله يعني عارفه يعني أو اشتغلت فيه يمكن الجزء الإداري كنت بعيد عنه طبعا وده الأصعب دايما في المهرجانات كنت سؤالك كل ده غير الجزء الإداري الإداري أصعب طبعا 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 لكن كل الحاجات اللي الواحد يعني أو الملاحظات والخبرات اللي الواحد يعني اكتسبها سواء من الشغل أو من حضور المهرجانات حتى في مصر وفي العالم العربي وفي العالم توصلت كده لأنه هو فيه حاجة مهمة جدا هي اللي بتعمل نجاح المهرجان أو عدم نجاح وهي التنظيم الجايد ممكن الناس بتكلم على النجوم على الأفلام اللي هتجيبها على البرامج كل دي حاجات مهمة بس سهلة يعني شغلنا عارفين الأفلام وعارفين الناس وعارفين أن نوجه دعوات للمين وكنيبعت للناس وكنت وزين وكل الكلام لكن أهم حاجة هي مسألة التنظيم لأنه المهرجان ده عمزاي ما يكون أخطبط عنده عشرين دراع وإنت بتشغل العشرين دراع دول في نفس الوقت القاعة دي شغالة وقاعة دي شغالة والندوة دي شغالة ومؤتمر ده شغال وفيه مستر كلاس هنا وفيه هنا ندوة وفيه هنا كيو اندي وفيه هنا مش عارف وفيه هنا مش عارف هيسافر فلازم يحضر الفيلم بتاعه ويطلع بعد كده مش عارف على المطار لازم التنظيم بقى بتاع الحاجات دي كلها يبقى دقيق لأنه المشاكل بتيجي من حاجات صغيرة قد كده في المهرجان واحد جاي في المطار ما لقاش مثلا مندوب المهرجان في انتظاره راح يعمل الندوة ما لقاش مدير الندوة مدير الندوة اعتذر وما بلغش مثلا او لا الفيلم بتاعه بتعرض بشكل مش حلو لأنه لازم يتعامل تست للفيلم صوت وصورة والنسب ومش عارف ايه يعني قصة لازم تتعامل مع كل فيلم خاصة دلوقتي لأنه ما بقاش ايه كله 35 بتعرض على مكانة واحدة لا ده كل فيلم ليه طبيعة خاصة ولازم يتعرض بطريقة خاصة بيحصل احيانا انه واحد يحضر الفيلم بتاعه وقولك الصوت فيه نص الصوت الضايع لأ فيه مش عارف الصورة مش هي دي لأ النسب بتاعة والتكنيشنز اللي بيشغلوا المكان مش اي حد مش اي حد طبعا ولازم يعمل تست على كل فيلم فلازم يبقى فيه خبير هو اللي بيعمل الحكاية دي ولازم يبقى فيه عين عليه واشراف عليه فهي ده اللي بيعمل حقيقة نجاح المهرجانات وفي الآخر احنا عارفين الفنانين يعني اي صنع فيلم في العالم هو بيروح مهرجان خصة في بلد يعني مش جنبه معرفاش كويس راح اليابان راح مصر راح الصين راح الهند ايه اكتر حاجة بتبهره مش الفندق الفنادي مهزاق شبه بعض في كل حد ولا السجادة الحمرة وعنده السجاجين الحمرة مش على سجاجين لم قالي كيف زاء منها انما الحميمية بقى بتاعة العرض والجمهور فمهم جدا وإحنا بنفكر في التنظيم ده ان احنا نفكر في الجمهور وانه لازم العروض تبقى مليانة وبقى فيه ناس حاضرة لان انا شفت اختبرت الحاجات انا كن مرة رحت اعمل ندوة في سينما والضيف جاي من ألمانيا كان وسعيد سعادة غامرة انه العرض العالمي الاول لفيلمه في العالم في مصر ومفيش ولا واحد في القاع وانا بقول يا رب الارض تتشأ وتبلعني الرجل عاوز يخش يستخبه في تلاجة انا كمان نفسي مش عارف عامله فخرجت برة بيتدخل الناس ببلاش يعني السينما هدخلوا الناس يعني دخلوا اي يعني اي حد عايز يدخل فيلم مهرجان القيارة ببلاش كانت فترة يعني طبعا انا حضرت لما كنت متفرج عادي يعني كانت وص البلد دي بتيت قفل طبعا طبعا تماما طبعا طوابير وقفة طول من مدان طلعت حرب لغاية ستة عشرين يوليو بات عمل عليها قفلات في السينما لغاية ستة عشرين يوليو طبعا الشارع مقفولة طبعا بعد كده حصل يعني انه جمهور ما بقاش مهتم قوي بالعرض المهرجان وحصل طبعا تحول يعني كبير جدا في المسألة دي لغاية ما دلوقتي بقى عندنا جمهور سينمائي بجد كان عندنا شباب دلوقتي مشوفوا افلام متابعين السينما العالمية مشوفوا افلام من كل انحاء العالم بدهم صقافة سينمائية بعرفوا لغات فرجعنا دلوقتي نستعيد المسألة دي وبعندنا جمهور محتمل يعني كبير جدا لأفلام المهرجانات يملى القاعد يملى القاعد بس لازم نوصله حلو دي بقى نقطة مهمة جدا ان احنا نوصل لهذا الجمهور دي مهمة صعبة وان احنا ننظم مسألة انه القاعة تبقى مليانة لانه في ناس بتعجز وما بتجيش فانت تروح تقف في الطابور يقولك ما فيش تذاكر تخش القاعة تلاقي اكتر من نصفها فاضي ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها انا حضرت المهرجانات برا في حاجة اسمها طابور ستاند باي اي لو كرسي واحد فاضي هتلاقي واحد يطلع يجيب وقولك فيه طبعا ويت انجليست بيطلع يقوله يعني ايه سبعة فيه سبعة كرسي فاضية يروح مدخل سبعة اه عشان ولا كرسي يبقى فاضي فاحنا ان شاء الله نحاول ان احنا نستفيد من الحاجات دي نشوفناها في حيطها تروف مهرجانات وفي انه لازم يبقى لان احنا جايبين الافلام ودافعين فلوس ودافعين طنران ودافعين القمل عشان ايه في الاخر عشان ناس تتفرج على هذه الافلام بعد كده بقى طبعا اهتمام بالجودة الفنية وبالبرامج ويعني ان شاء الله يعني نحاول ان احنا يبقى فيه مجموعة افلام وفيه مجموعة ضيوف مميزين جدا هنجيب الجمهور ده ازاي يعني قلتلي فيه عدد كبير المهم ان احنا نعرف نجيبه موجودين الجمهور هنجيبهم ازاي بقى يعني مثلا هقولك يعني النهار ده مثلا بس كنا في اجتماع اه انا والاستاذ حسين مع اه الجامعة البريطانية كويس في مصر عندهم الاف من الشباب وعندهم قسم اعلام وسينمة وهم كمان عاملين مهرجان للفيلم القصير دولي جوا الجامعة كويس فاتفقنا ان احنا نبتدي نتعاون معاهم نساعدهم في المهرجان بتاعهم اه نختار مجموعة من البالانتيرز المتطوعين يجوا يشتغلوا معانا نعمل عروض هناك او ندعو الطلب انهم يجوا يتفرجوا على المهرجان وهكذا هيعمل كده في كل الجامعات ايه جدا مسألة مشاكل التذاكر والحاجات دي نحاول ان احنا نحلها يعني بحيث انه ان شاء الله هرجع عروض الصحفيين تاني حلو عشان ما احصلش التضارب بتاع انه فيه كوتا للكرنهات وفيه كوتا للجمهور اللي بفلوس لا نخلي عروض الصحفيين زي في كل المهرجانات الكبيرة هي كده الناس الصحافة والنقاد لهم عروضهم الخاصة بيهم فنركز بقى في العروض التانية ان احنا نملاها بالجمهور اذا استدعى الامر ان احنا نرخص تذاكر نرخصها اذا استدعى الامر ان احنا نبيع تذاكر مجمعة بأسعار مخفضة يعني هنشوف كل خطط الممكنة بحيث انه يبقى يعني اكبر عدد ممكن من الناس موجود في القاعات واكبر عدد من المستفيدين اللي المهرجان معمولة علشانهم صح يبقوا بيستفيدوا من هذه الافلام بيستمتعوا بيها بيستقافوا سينمائيا بيحضروا مستر كلاسز بيحضروا مناقشات مع صندع الافلام كل الحاجات دي شهادتي غير مجروحة بس كمان دون الحياز الكلام ده منطقي فالكلام ده ينجح جدا أو يخلص ويخلي انه النسخة اللي جاية أو الدورة القادمة دي طلع طعم مختلف وبمنتهى النجاح اخر حاجة هسأل عليها بقى هو ليه روزة اليوسف علشان صديقي اللي سألني النهار ده قالش معنى روزة يعني لان احنا رحنا وشفنا يعني عمليقة هي بدأت كده المجلة بدأت كده وهي كمان مدرسة بتاعة روزة اليوسف لما تسمع حكايات الكبار قوي اشتغله ازاي يعني احمد بها الدين اشتغل في روزة اليوسف ازاي كان طالب في كلية حوق فعنده مقال كتب مقال كده مش عارف يعمل به ايه فعند على مبنى روزة اليوسف وستبه في الاستعلامات بيشتري المجلة الاسبوع اللي بعده لقى المنشط الرئيسي بتاع الغلاف في كده في الدنيا لو واحد ما شافهوش بس اكتشفوا الموهبة بتاعته الاستاذ فاتح غانم كان بيحكيلي برضو نفس الحكاية يعني كان برضو طالب وبيكتف رحل روزة اليوسف فقال اكتب فهلا عدت اشتغل سنة ونص ما حادش بيقول لي حاجة وعدين نداهيتني روزة اليوسف بعد سنة ونص قالتلي انت والله مش مشغل معنا كويس قوي وبتاع وانا عملت لك مكافأة وددتو 15 جنيه وده رقم بالمناسبة وقتها كان رقم وقتها بس الناس ما تستقلش رقم رقم يعني وكل طبعا كان في بقى الاسماء كلها نهدي مين ولا مين صلاح حافظ وصلاح جهين وحسن فؤاد وكل كل الناس فجي تلاميذ ليهم صح فالتلاميذ دول برضو يعني خدوا منهم هي فيه ايه زي الشعلة كده بتتسلم بتتسلم وفضلت موجودة صح فاحنا روحنا تعلمنا لأي ناس بتعلمنا انا فاكروا استاذ محمد عثمان كان يقعدنا كده قدامه ويقعد ايه يعمل دسك او اللي هي عادة الكتابة للشغل فيمليه كان بيملي تمام طي انت قاعد بتسمع الموضوع بيكتب ازاي واختصر ازاي ويعني ايه ان انت تشيل اي كلمة منهاش لازم اي كلمة زيادة اي حرف زيادة قولك ليه الواو الزيادة دي تشيل اللي وعب دي اه ليه حطت صفاتين تشيل صفاتين ومكرر الكلمة دي ليه ما تكررهاش فانت بتتعلم تكتب اه وبتتعلم اه تفكر طلقت الخبر ازاي اه يعني افاكر اه تعرف احنا اشتغلنا مع بعض انا كنت بسك الخارجي ايه فساعات كنت ايه افتح المجلات الاجنبية مفيش يعني موضوع مهم او بعدين ايه فيه صفحة كده في الاول بتاعت رسائل القراء فغالبا بيبقى مركزين على موضوع كده مجمعين رسائل حواليه يعني فلاقي موضوع شايق جدا ورسائل القراء علي اروح واخدوك استاذ عدل يقولي مش ممكن تبطلع لي موضوع من رسائل القراء بتاعت يعني لا هي كده ما نتعلمنا كده ان انت ازاي تلقط ازاي تلقط الحاجات الخبر ازاي تلقط الحاجات فهي دي هي دي روزا ونقول تلك الاسباب وغيرها من الاسباب وفي حلقة قد تكون في ليلة اكثر جملا من هذه الليلة هنتكلم اكتر مع استاذ عصام زكريا على روزا ما تيجوا مرة نعمل مائدة مستديرة مع ولاد روزا يعني ونعود ونتكلم في مثلا جيلين تلاتة اللي موجودين رباني يدي الجميع الصحة يعني من اسات ذاتنا الكبار والله يبتكلم بجد ومش هقولك بس ألف مبروك على المدير التنفيذي للمهرجان بس هو مبروك كمال للمهرجان قوي جدا خالص حقيقي بجد وان شاء الله مهرجان اكبر من اي اسم واحنا كلنا تعلمنا في المهرجان هنشوف هنشوف بإذن الله بإذن الله دورة فائقة النجاح بإذن الله يا رب شكرا جدا 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 يا فندم كل الشكر لكاتبنا وناقضنا الكبير أستاذ عصام زكريا مديرا تنفيذيا لمهرجان القاهرة السينمائي روزة دي حدوتة بجد لازم يوفق لي على الاقتراح بتاع المائدة المستديرة لجلين ثلاثة كده من روز يا خبار ربي ده أنا هفرح فرحة خلصت الحلقة لحد كده سوان يكون موجود معنا كريم رمزي هناك هو مش عف لبس رماضي ولا لبني بس لنا النظر خايني ما أنا بقى يعني أمي قالتني ما تقولش عندك كم سنة أنا عندي تسعة وثلاثين يلا عشان خاطرك كم ولو كلينا العمر نتقابلكو احنا بقى إن شاء الله بكرة في نفس المعاد وبرنامجكم التسعة سلام عليكم